في عام 1600 جاء المرسوم الملكي من الملكة إليزابيث بإنشاء شركة الهند الشرقية البريطانية لإدارة أموال الممبراطورية البريطانية في الشرق وكذلك إنشأت شركة الهند الشرقية الهولندية لإدارة أموال الولايات الهولندية في الشرق وتنبه بعدها أصحاب القرار إلى أهمية مدينة المخى والبن في مدينة المخى ففي عام 1620 انشأت الوكالة الهولندية في مدينة المخى وبعد ذلك في عام 1627 انشأت الوكالة البريطانية في مدينة المخى ونبه بيتر ويليام الإدارة البريطانية إلى أن هناك بذرة قد تدر ذهباً على الإمبراطورية البريطانية ومن ثم في عام 1709 انشأت الوكالة الفرنسية وفي عام 1727 إلى 46 انشأت الوكالة الإسبانية والسويسرية والإيطالية وبعدها في عام 1804 انشأت الوكالة الأمريكية والتي كانت أكبر مركز للبن في أمريكا هذه الوكالات العالمية كلها كانت موجودة في مدينة المخى وكانت المخى هي أكبر محطة عالمية لأسواق البن على مستوى العالم ويا فؤادي رحم الله الهوى قد كان صرحاً من خيال فهوى كل هذا الميت أصبح أثراً بعد عيد اشتركوا في القناة